موسيقى يعني الخلط بين الموجة والجائحة عشنا واحد الموجة اللي اسمنها موجة أوميكرو لأنه كان المتحور أوميكرو هو السائد فانتهت هاد الموجة هدي وجميع المؤشرات توضح بأن بالفعل الموجة انتهت لكن واش الجائحة انتهت الجائحة ما زال ما انتهت لأن الفيروس لازال بيننا لكن رغم أن الجائحة لم تنتهي العلماء عبر العالم كي يظنوا أن الجائحة انتهت بهذه الطريقة اللي هي عليها الآن ماذا يعني بهذا الوقت اللي كانت حدثة على الجائحة وكانت حدثة على انتشار الفيروس كان نخذ بعين الاعتبار جوش ديال العوامل العامل الأول هو الفيروس يعني الخطورة للفيروس طريقة ديال انتشار الفيروس سرعة انتشار الفيروس هذا العامل الأول والعامل الثاني هو ساكنة يعني بصفة عامة فاللي كان عرفه الآن واللي كان لدينا اليوم ومعطيات لدينا هما المتحور السائد هو وميكرو ولي كان عرفه الآن او اليوم هو انه ينتشر بسرعة فائقة لكن المعطيات العلمية كتوضح ان دراوة دياله او شراسة دياله هي اقل من متحورة الاخرى هذه من جهة اذن هذا العامل الأول كتوضح باننا عندنا فيروس اللي هو اقل شراسة ومن جهة اخرى عامل الثاني اللي هو الساكنة الاشخاص الاشخاص بحيث بيلا اخذنا المثل المغرب عدنا تقريبا 67% الاشخاص او 63% الاشخاص اللي اخذوا يا اما جرعة واحدة او جرعتين وعندنا واحد نسبة اقل اللي اخذت الجرعة ثالثة وصلنا تقريبا الان تقريبا ستة المليون ديالاشخاص في المغرب اللي اخذوا الجرعة ثالثة لكن اللي مخصص ننسى هو انه الوقت اللي كانت تحدثوا على الحماية ديالنا من الفيروس كانت تحدثوا على المناعة والمناعة ما كتجيش فقط باللقاح كتجي باللقاح لكن كذلك بمواجهة الفيروس الطبيعي يمكننا كذلك نكتسبوا مناعة وهذه المسألة دي رأي معروفة وبطبيعة الحال اللقاح يعني المبدأ ديال اللقاح ركي يجيب من طريقة يعني بنفس يعني طريقة باش كي باش كي ينتشر الفيروس وباش كت يعني كتحدث عدوى او الفيروس كي يحدث عدوى عند الاشخاص فهدوا بجوج كيعطيوا واحد المناعة للساكنة ديال واحد البلاد وحنا كان عرفوا في المغرب انه مثلا اللي تحدثنا على اوميكرون وراها يعني ساد بواحد طريقة كبيرة جدا واحد العدد كبير ديال المغاربة شافوا اوميكرون ووجهوا اوميكرون بالتالي كونوا واحد المناعة بالاضافة الى المناعات ديال اللي قاحوا بالتالي احنا عندنا واحد عاملين اللي هما ايجابيين الفيروس اللي هو اقل شراسة وعندنا الاشخاص اللي هما عندهم واحد المناعة ممنعين ضد الفيروس يعني بصيفة عامة وهذا شميش يغل في المغرب يعني في معظم دول العالم وذلك شميش العلماء اليوم كيقولوا باننا يعني يعني رفتنا لمرحلة الصعبة لان الفيروس اقل شراسة وكذلك الساكنة على العموم ممنعة بواحد يعني واحد شكل كبير جدا الآن السيناريو اللي قدر يجي واللي قدر يكون يعني صعيب جدا هو الى تكون واحد الفيروس اللي مختلف تماما على اوميكرون واللي مايمكن لي هي يخض البلاسة ديال اوميكرون الا الى كان كين تشر بسرعة اكبر من اوميكرون باش يخض كين تخرج يخض اوميكرو وكذلك يكون طفارات شراسة الفيروس يعني يعطيه واحد الاعراض اخطر من الاعراض ديال اوميكرو وكذلك لدي فيول يهرب المناعة لعند الأشخاص اللي يكونوا الأشخاص يعني لكونات السكينة بصيفة عامة عنده كلهم عوامل اللي ستجتمع عند هذا الفيروس الجديد أو هذا المتحور الجديد بشكل خطورة على الساكنة بصيفة عامة وهذا الشي اللي يجعل أن أغلب العلماء يقول لك بأنه غالباً سيناريو الأكبر يعني احتمال هو أن وأننا في نهاية الجائحة وأن الفيروس سيبقى بيناتنا لكن لا يشكل الخطر بالشكل اللي يشكل الخطر اليوم لأننا سأقول لهم تحكموا فيه لأنه عدد كبير الأشخاص ممنعين لأن الفيروس أقل الخطورة وبالتالي وكذلك هناك ظهور عديد من الأدوية وبالتالي سيبقى الفيروس بيناتنا لكن سيبقى متوطن سيبقى بيناتنا ويشكل ربما خطر موسمي ربما ولا يشكل خطر فقط على الفئات الهشة حتى اللي قاح ربما غادي ولي موسمي هذا هو يعني السيناريو اللي المرتقب أنه يحدث ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس موسيقى 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 موسيقى